موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا حول القضاء والقدر وأنه لا ينافي اختيار الإنسان عكس ما تقوله المجبرة الذين يقولون إن أفعال الإنسان كلها مجبور عليها وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد ذلك وإرادته تتحقق وعكس ما يقوله المفوضة الذين يقولون إن أفعال الإنسان لا قضاء ولا قدر فيها بل الصحيح هو الأمر بين الأمرين الإنسان ليس مجبورا كما أنه ليس مفوضا إليه بشكل مطلق وهذا الباب في كتاب الكافي الشريف باب الجابر والقدر والأمر بين الأمرين يتضمن أحاديث هذا الموضوع كان كلامنا في الحديث الأول حيث إن رجلا سار مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى صفين ورجع منها ثم سأل الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن أن مسيرهم إلى لقاء أهل البغي أهل الشام هل كان بقضاء وقدر من الله أم لا الإمام أجابه بأنه كان قضاءا وقدرا من الله فهنا الشيخ السائل تصور أن القضاء والقدر يلازم الجابر فلذلك قال عند الله أحتسب عنائي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بيّن له في هذا الحديث أن القضاء والقدر لا ينافي اختيار الإنسان أولا إبطال الجبر وثانيا إثبات اختيار الإنسان أما إبطال الجبر يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وتظن أنه كان قضاءا حتما وقدرا لازما أكو قضاء وقدر لكن هل معنى القضاء والقدر إكراه الإنسان وإجباره؟ كلا لأنه إذا الإنسان كان مجبور يترتب عليه توالي فاسدة أولا لو الإنسان كان مجبور لا معنى للأمر والنهي فيه إذا هو لا يتمكن من فعل شيئا وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر الإنسان على أفعاله فأي معنى للأمر والنهي؟ مثلا أفرض واحد الآن ده يسقط من شاهق هل يتمكن من إيقاف نفسه عن السقوط؟ كلا لا يتمكن هل هناك معنى في أن ننهاه عن السقوط؟ نقول يحرم عليك السقوط لا معنى لذلك إذا واحد مثلا هذا الإنسان أبوه فلان زيان هو ما اختار أبو مجبور على أن يكون ولد فلان أي واحد من عندنا ما اختار أبو أمه زيان هل يصح أن ننهاه عن ذلك؟ نقول أنت لا يجوز لك أن يكون أبوك فلان وهذا ما إلا معنى لأنه لا يتمكن من تغيير ذلك فإذن لو الإنسان في أفعال مجبور الآمر والنهي يكون لغو هذا التالي الفاسد الأول على القول بالجبر التالي الفاسد الثاني الذي يترتب على القول بالجبر هو أنه لا معنى للوعد والوعيد أنت تريد تعاقب إنسان العقوبة إنما تكون على الفعل الاختياري أما الإنسان يعاقب على أمر لا اختيار له فيه أفرض واحد مريض بمرض الرعاش لا يتمكن من أن لا يرتعش لا بإرادته ولا بالأدوية ولا بأي طريقة أخرى هل يصح أن تعاقبه على رعاشه هذا الظلم تعاقب واحد أنه لماذا أنت ابن فلان يقول هذا لم يكن باختياري الوعيد يكون لغو وقبيح على الفعل غير الاختياري وكذلك الوعد لا معنى له الوعد إنما يكون على الثواب في الأمر الاختياري أما إذا أمر غير اختياري لا معنى للوعد عليه إطلاقا يعني واحد مثلا لون بشرته سوداء أقول له أنت إذا لون بشرتك صارت بيضاء أعطيك كذا ما إلى معنى أو أقول لون بشرتك إذا بقيت سوداء أعطيك كذا هي تبقى بدون اختياره فلا معنى للوعد والوعيد على الفعل غير الاختياري نعم يمكن الإنسان يتفضل على شخص بثواب على أمر غير اختياري لكن لا معنى للوعد في ذلك يطيل ثواب مو مشكلة يطيل جائزة لكن هذه الجائزة أن يعده على أمر غير اختياري بالجائزة هذا ما إلى معنى العقلاء لا يفعلون ذلك فإذن لو كان هناك جابر الوعد والوعيد كان يبطل زين لو كان هناك جابر الحمد واللوم أيضا راح يبطل لأن الحمد شنو هو الحمد هو الإنسان على الجميل الاختياري يثني على شخص على الجميل الاختياري هذا يسمى حمدا زين أفرض إذا هناك لؤلؤ هذا اللؤلؤ فيه صفاء أنت تذكر الصفات الجميلة في هذا اللؤلؤ أو هناك ذهب مصنوع مثلا بطريقة جيدة جدا وجميلة أنت تذكر الصفات الحسنة في هذا الذهب المصنوع هذا لا يقال له حمدا يقال له مدح مدحت هذه الدار على جمالها مدحت هذه الغابة على مثلا منظرها مدحت هذا أفرض مثلا الطير على ألوانه الزاهية هذا مدح لا بأس أما الحمد إنما يقال على الجميل الاختياري فإذا أفرض مثلا إنسان صفاته حميدة فهذا يحمد إذا إنسان وجهه جميل لا يقال حمدت وجهه أو حمدته على وجهه وإنما يقال مدحته على ذلك مزيد إذا الإنسان مجبور على أفعاله يعني واحد أكرم اليتيم وساعد الفقراء مثلا وأرشد الجهال بناء على أن هذا عمل من دون اختيار لا يصح حمده على هذه الأعمال لأنه هذا مجبور عليه بناء على الجبر وكذلك اللوم الإنسان إذا فعله فعلا قبيحا يلام عليه اللوم إنما يكون على القبيح الاختياري إذا الإنسان باختياره ارتكب قبيح يلام على فعله لكن إذا بدون اختياره واحد وولد قبيح المنظر هل يلام على قبح منظره كله لأنه هذا ما كان باختياره فإذن لو قيل بالجابر في أفعال العباد لبطل المدح وبطل اللوم الأمر الرابع لو كان هناك جابر يبطل السواب والعقاب احنا ذكرنا لو كان هناك جابر بطل الأمر والنهي وبطل الوعد والوعيد وبطل الحمد واللوم وبطل السواب والعقاب السواب إنما يكون على الفعل الاختياري العقاب إنما يكون على الفعل الاختياري فإذن أمير المؤمنين في هذا المقطع يقول مسيرنا إلى أهل الشام لم يكن بإجبار بحيث أنه لم نتمكن من أن نمتنع من الذهاب وإنما باختيارنا أطعنا الله سبحانه وتعالى وخرجنا إلى البغات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله إذن الإمام يقول إنه لو كان كذلك يعني لو كان جابر يعني قضاء حتم وقدر لازم يعني القضاء والقدر المحتوم الذي لا يتمكن الإنسان من فعل شيء بدون اختيار الإنسان يكون لبطل الثواب والعقاب والآمر والناهي والزاجر من الله وسقط معنى الوعد والوعيد فلم يكن لائما للمذنب لأنه ليس باختياره هذا الذي قتل هذا الذي صادر الأموال هذا الذي أهلك الحرث والناس لهذا الذي أفسد إذا مجبور على هذا الفعل فلماذا يلام فلم يتكن لائما للمذنب ولا محمدا للمحسن هذا اللي صلى هذا اللي صام هذا اللي عدل بين الناس ما إلى معنى إذا هو مجبور لا معنى لحمده لما ذكرنا مع أنه نحن نرى أن الله سبحانه وتعالى حكيم وعد وله وعيد ذم مدح أمر نهى وعد يعطي الثواب ويعاقب العصات إذا شاء ذلك فكل ذلك يكشف عن أن الفعل كان باختيار هؤلاء الناس بعدها الإمام أمير المومن يترقى في الكلام ويقول وَلَكَانَ الْمُذْنِبْ أَوْ لَا بِالْإِحْسَانِ مِنْ الْمُحْسِنِ وَلَكَانَ الْمُحْسِنِ أَوْ لَا بِالْعُقُوبَةِ مِنْ الْمُذْنِبْ إذا مجبور مثلا هذا الذي يعني الله سبحانه وتعالى بدون اختيار هذا الإنسان أجرى القتل على يديه زين هذا الناس هذا القاتل يذموه يلاقي عقوبة دنيوية آثار نفسية علية على ذريته مع أنه مجبور هذا يكون أولى بالإحسان من المحسن الذي صلى وصاب وحج وساعد الناس وأقام العادل ليش؟ لأنه هذا المذنب بدون اختياره ارتكب الذنب حسب كلام المجبرة ونال مضرة الذنب وذاك المحسن بدون اختياره عمل الأعمال الحسنة ونال فوائدها هذا مجبور ذاك هم مجبور زينياه وأولى بالثواب أولى بالإحسان طبعاً طبعاً ذاك المذنب لأنه بدون اختياره صدر الذنب ولاقى مذمة وعقاباً ذاك هم بدون اختياره صدر منه الفعل الحسن ولاقى مدحاً وفوائد ذلك العمل أخو من الطبيعي أنه ذاك المذنب يقول يا رب أنا ما كان باختياري هذا العمل حسب كلام المجبرة وقد تضررت فإذا تريد تعطي الثواب لازم تعطيني آني الثواب مول ذلك المحسن الذي بدون اختياره جرى العمل الحسن على يده ونال فوائد ذلك العمل الحسن هذا طبيعي أنه المذنب يكون أولى بالثواب من المحسن بناء على القول بالجبر وفي عكس ذلك ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب إذا تريد تجري العقوبة على المذنب هذا المذنب المسكين بناء على رأي المجبرة ما كان باختياره هذا الذنب صدر منه وحينما صدر منه الذنب ناله أضرار هذا الذنب زينا تريد تعاقب ذلك المحسن أولى بالعقوبة لأنه ذاك المحسن أيضا صدر منه الإحسان بدون اختياره ونال الفوائد هذا المذنب المسكين مو باختياره هم نال الأضرار الدنيوية وهم ينال الأضرار الأخروية مقتضى العقلي إذا هناك إكراه هذا إذا تريد تعاقب عقاب المحسن يكون بطريق أولى كل ذلك خلاف العقل وخلاف الشرع أنه المذنب يكون أولى بالإحسان والمحسن يكون أولى بالعقوبة وهذا من أدلة بطلان الجبر لأنه لو كان جبر المذنب لازم تحسن إليه وإذا تريد تعاقب عقاب المحسن بطريق أولى لما بيناه لأن هذا المذنب المسكين بدون اختياره صدر منه نال الأضرار وإضافة على ذلك يردون يعاقبه ذاك المحسن بدون اختياره نال الفوائد والمدح وهذا الآن تكميلا يردون يثيبه ما يصير ذاك أولى يكون أنا أفرض مثلا إذا إنسان ولد قبيحا وإنسان ولد جميلا زين أنت إذا تريد تعاقب هذا القبيح على قبحه راح شنو يقول لك يقول لك أنا ولدت قبيحا هذا ما كان باختياري ليش تريد تعاقبني إذا تريد تعاقب ذاك الجميل لازم تعاقبه لأنه أنا المسكين ولدت قبيحا من دون اختياري والناس ذموني ولاقيت أضرار القبح في وجهي مثلا إذا تريد تعاقبني ذاك اللي نال فوائد الحسن في وجهه والجمال ذاك أولى بالعقاب وإذا تريد تعطي الثواب ذاك الجميل حصل ثواب دنيوي الناس مدحوا الناس مدحوا وجهه مثلا وهذا القبيح المسكين هم تريد هنا ينال مذمة الناس وهناك في الآخرة ينال عقاب الله سبحانه وتعالى هذا ما يصير فإذا لو كان هناك جبر ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب فإذا هذا الجبر خلاف العقل هذا أولا لما بيناه ثانيا في كلام أمير المؤمنين أنه خلاف القرآن لأن الجبر القرآن نفاح أين نفاح الإمام يقول تلك القول بالجبر مقالة إخوان عبدة الأوثان صحيح ذولة الآن يدعون أنهم مسلمين لكن من حيث العقيدة في هذه الجهة مثل عبدة الأوثان فهم إخوانهم من هذه الجهة أين نفس هذا الكلام الجبري قاله عباد الأصنام في هذه الآية الشريفة من سورة النحل الآية 35 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم في نفس الكلام المجبرة كلام المشركين عبادة الأوثان الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هو يعبد الصنام يقول أنا مجبور لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أجبرني على ذلك وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء فإذن إحنا مجبورين على عبادة الأصنام نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء زين الله كان يجبرنا على أن لا نعبد الأصنام كلا الله لم يجبرنا على ذلك بل أجبرنا على عبادة الأصنام فإذن القول بالجابر مقالة إخوان عبلة الأوثان وخصماء الرحمن يعني أعداء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول فإن الله عدو للكافرين زين الله ليش عدو لهذا الكافر لأنه عقيدته باطلة ثم بعد ذلك عمله باطل هؤلاء الذين كانوا يعادون الله والملائكة والرسول وجبريل وميكال لماذا كانوا يعادون وكيفية معاداتهم كيفية معاداتهم أنهم بأن نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق له هؤلاء اليهود من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوا للكافرين نسبوا إلى الله ما لا يليق به وكذا عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله لأن معادات أولياء الله معادات لله سبحانه وتعالى زين هؤلاء أيضا خصماء الرحمن المجبرة لأنهم نسبوا إلى الله ما لا يليق به أن يجبر الناس على الذنب ثم يعاقبهم على ذلك هذا لا يليق بإنسان عادي فكيف يليق بالله سبحانه وتعالى هذا من الظلم والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد وحزب الشيطان يعني هذه مقالة حزب الشيطان جماعة الشيطان لأن الشيطان إلى ماذا يدعو الله سبحانه وتعالى يقول إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كيف يدخلهم في السعير أولا يفسد عقيدتهم ثم بعد ذلك يفسد عملهم فهذه المقالة الجبرية مقالة حزب الشيطان وقدرية هذه الأمة كلمة القدرية استعملت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وآله حسب ما روته العامة والخاصة وأنه صلى الله عليه وآله ذم القدرية الرسول ذمهم لكن المشكلة أنه المجبرة يقولون القدرية هم المفوضة والمفوضة يقولون القدرية هم المجبرة والصحيح أن القدرية يشمل المجبرة والمفوضة كلاهما من القدرية لكن المجبرة قدرية باعتبار أنهم يعتقدون بالقدر المحتوم في جميع أفعال العباد والمفوضة أيضا قدرية لأنهم ينكرون القدر بشكل مطلق في جميع أفعال العباد في هذا الحديث أمير المؤمنين يريد بالقدرية المجبرة ذكرنا أن القدرية تشمل المجبرة والمفوضة أيضا هذه مقالة قدرية هذه الأمة ومجوسها مجوس هذه الأمة مقالة مجوس هذه الأمة حسب ما ينقلون أن المجوس أو طائفة منهم لأنه حسب ما يظهر من بعض التواريخ أن المجوس أيضا كانوا مذاهب مختلفة كما أن النصارى واليهود وحتى المسلمين فرق كثيرة كذلك يقال أن المجوس كانوا كذلك هؤلاء من مذهبهم كان من مذاهبهم السائدة كان المذهب الذي يجوز نكاح المحارم طبعا المجوس في هذا الزمان المجوس في هذا الزمان يوجدون في قسم قليل في الهند وقسم يوجدون في بعض المدن الوسطى في إيران مثل مدينة يازد هؤلاء الذين الآن موجودون الآن موجودون ينكرون اعتقادهم بنكاح المحارم إما لقبح هذا الأمر ينكرونه مع أنهم من مذهبهم أو هم من بعض المذاهب التي لم تكن ترى ذلك لكن المجوس الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وفي صدر الإسلام هؤلاء كانوا يعتقدون بنكاح المحارم وكانوا يمارسون هذا الأمر ما مذكور في بعض الكتب ما هو مذكور في بعض الكتب أن هؤلاء حينما كان يقال لهم كيف تنكحون المحارم كيف تتزوج أمك أختك بتك لا تدرك قبح هذا العمل كانوا يقولون نحن مجبورون الله سبحانه وتعالى أجبرنا على ذلك فإذن المجبرة هم مجوس هذه الأمة باعتبار أنهم يشتركون مع المجوس في هذه العقيدة زيان فأمير المؤمنين في هذا الكلام المقطع الأول نفى الجبر بالدليل العقلي أنه لو كان جبر كان يبطل الأمر والناهي والوعد والوعيد والحمد واللوم والثواب والعقاب وبالدليل الشرعي من الآيات القرآنية ومن كلام الرسول صلى الله عليه وآله فلا جبر زيان نجي إلى النقطة الثانية إذا ماكو جبر يعني ماكو قضاء لا يوجد قدر الإمام يقول لا أكو قضاء وأكو قدر ولكن ليس قضاءا وقدرا بمعنى الجبر فهذا المقطع الثاني من كلام الإمام إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا هذا تخييرا مفعول لأجله يعني كلف لأنه لأجل تخيير الإنسان يعني لماذا الله سبحانه وتعالى أمرنا لكي يخيرك بين أن تطيع وأن تعصي أو باعتبار أن الإنسان لأنه مخير الله سبحانه وتعالى أمره زيان فالله سبحانه وتعالى قضى تكوينا بأن يكون الإنسان مخير وأعطى للإنسان أدوات العمل وقدر كل شيء وقدر أفعال الإنسان ولكن ضمن تقديرا أن يكون الإنسان مخير صحيح كثير من المقدمات ليست باختيار الإنسان لكن بعض المقدمات باختيار الإنسان فلذا قضاء موجود وقدر موجود ولكن في الوقت نفسه الإنسان مخير يتمكن من الفعل ويتمكن من الترك في الحلقة الماضية مفصلا شرحنا هذه النقطة إن الله تبارك وتعالى كلف تخيرا قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها فأنت مو مجبور يمكنك أن تفعل يسع كذلك فبمقدار اختيارك وقدرتك وسعتك الله سبحانه وتعالى أمرك ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون أنت لك القدرة والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب يبين لك الصح من الغلط وإذا عقبك بعديا بسبب المخالفة وهم لا يظلمون إن الله تبارك وتعالى كلف تخيرا ونهى تحذيرا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم وفي آية أخرى وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يُنذِرُوا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَنَهَا تَحْذِرًا وَأَعْطَى عَلَى قليل الكثير قليل من الطاعة مقابله كثير من الثواب أنت أيام قليلة في الدنيا تطيع الله الجزاء الجنة هم فيها خالدون وَلَمْ يُعْصَ مَغْلُوبًا يعني إذا العاصي عصاه صحيح هذا العاصي موجبور لكن ليس معنى ذلك أن إرادته غلبت إرادة الله سبحانه وتعالى كلا الله سبحانه وتعالى إرادته التشريعية أن يصدر النهي إرادته ليست تكوينية بمعنى أنه يمنع الإنسان من ارتكاب المعصية الله سبحانه وتعالى قال وَلَا تَقْتُلُوا هذه إرادة الله التشريعية زي أن نشوف ناس عصات يعصون الله ويقتلون فأرادوا القتل وتحقق القتل هل إرادتهم غلبت إرادة الله سبحانه وتعالى كلا لأن الله أراد التحريم وقد حرم هم ما يقدرون أنه يحللون حرام حرام الشرع ما يتغير هل الله تكوينا أراد أن لا يقع القتل لا الله سبحانه وتعالى ليست إرادته في ذلك الله إرادته في اختيار الإنسان يمكنك أن تقتل ويمكنك أن لا تقتل هل أراد الله أن هذا الإنسان لا يقتل تكوينا إذا هالشكل الإرادة كانت كان يستحيل أن واحد يتمكن من أن يفعل القتل لكن ليست إرادة الله هكذا لذا يقول ولم يعصم غلوبا إذا الله أراد شيء تكوينا الناس لا يتمكنون أن يخالفون من المخالفة حينما إبراهيم أراد أن يذبح إسماعيل الله أراد تكوينا أن لا يذبح فكلما كان إبراهيم يمرر السكين على عنقه إسماعيل ما كان هذه الأوداج ما كانت تنفري ما كان يذبح لأن الله سبحانه وتعالى تكوينا لم يرد ذلك ولكن إذا الله سبحانه وتعالى إرادته التكوينا لم تتعلق شوف أنه الطاغي الجبار يقتل يحيا يذبحه ولم يعصم غلوبا ولم يطع مكرها يعني الناس الذين يطيعون الله هل هم مكرهون كلا الله لم يكرههم على الإطاعة أو لم يطع مكرها بمعنى أن الناس إرادتهم تغلب إرادة الله في إطاعة كلا ولم يملك مفوضا يعني الإنسان أعطاك الإختيار تتمكن ونفس وما سواها فعلهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ولم يملك مفوضا بحيث أنه لا يكون له قضاء وقدر إطلاقا ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا الله كلف الإنسان حتى الإنسان بحسن عمله ينال الجنة وإذا أساء العمل يملأ جهنم منهم أجمعين والله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه السماوات والأرض عبث لو لا الجزاء لكان الخلق عبثا وهذا الجزاء يستدعي اختيار الإنسان فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مختارا لذا هذه الخلق لم تكن عبثا أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يعني إذا لم يكن هناك يوم القيامة وجزاء كانت الخلق عبث والله سبحانه وتعالى يتعالى عن العبث منزه عن ذلك فإذا الإنسان مجبور لا يستحق جزاء لا ثوابا ولا عقابا ما كان معنى للجزاء إذا لم يكن معنى للجزاء كانت الخلقة عبث والله منزه عن ذلك فإذن الله يثيب ويعاقب والثواب والعقاب فرع اختيار الإنسان فلذا خلق الإنسان مختارا فلذا خلق السماوات والأرض لم يكن باطلا ولم يخلق السماوات والأرض باطلا وما بينهما باطلا ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في آية أخرى يقول إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم في آية ثالثة يقول أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فإذن خلاصة كلام الإمام في كل أفعالنا يوجد قضاء وقدر أن تتصلي بقضاء وقدر من الله ذاك البعيد يعص الله سبحانه وتعالى بقضاء وقدر من الله لكن هل ذلك القضاء والقدر صار سبب أن يكون الإنسان المطيع مجبورا على طاعته أن يكون الإنسان العاصي مجبورا على عصيانه كلا وإنما معنى القضاء والقدر أن الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يكون مختارا ودبر أمور هذا الكون وقدر الأفعال وأمر الإنسان ونهاءه وجعل الإختيار في الإنسان بحيث أنه باختياره يطيع أو باختياره يعصي هذا الكلام بيّنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لهذا الشيخ السائل فأنشأ الشيخ يقول أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا جزاك ربك بالإحسان إحسانا نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين محمد وآله الطاهرين محمد وآله الطاهرين محمد وآله الطاهرين محمد وآله الطاهرين